شهد وزير الإسكان شريف الشيربيني ووزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني نيهونغ توقيع تفاقية إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحالف شركات صينية دولية وذلك عقب حفل انتهاء الهيكل الخرصاني للبرج الأيقوني بالعالمين الجديدة وأوضح الشيربيني أنه مع اقتراب تسليم الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية فإن التحالف سيبشر بالتنصيق مع الهيئة جميع الأعمال المتعلقة باستلام الأبراج واستكمال الاختبارات التشغيلية في مرحلة التسليم على أن يتولى أعمال الإدارة والتشغيل في مرحلة ما بعد الاستلام حيث يعتمد التحالف على المكون المحلي والعمالة المحلية من خلال برامج تدريبية مهنية في مجال الإدارة والتشغيل